أرجع لها سيادة اللاقب طلعت عبدالقوي ومن وقع بقى جلسة الصباح وحررت بقى طبيعة الحال كنت من الحاضرين وبالتأكيد شاركت فيه الجلسة المغلقة اللي احنا ما نعرفش ايه اللي ضار فيها ولكن الجلسة الصباحية كانت طويلة نوعا على غير المتوقع ولكن ما كانتش طويلة بفراغ او بملل بل بالعكس كانت مليانة من كلام ثم الجلسة المغلقة التي زادت عن الاربع ساعات ثم المؤتمر احنا بنتكلم على يوم اظن وصل لحوالي 9 او 10 ساعات ايه اللي حصل في الجلسة المغلقة بالتأكيد كان هناك حوارات بالتأكيد كان هناك بعض الاختلافات فجاة النظر وده طبيعي بالتأكيد كان هناك شدا وجذبا ايجابيا للصالح السياسي والصالح الوطني ما الذي يدار في هذه الجلسة هو الجلسة المغلقة الجلسة اللي هي الاولى وكان منقسم قسمين قسم الاول كنا بنقش فيها اللايحة الداخلية طبعا زي اي مجلس واي تشكيل في الدنيا بنقش لايحاته يعني فالامانة العامة كانت عاملة مقترح او الامانة الفنية كانت عاملة مقترح مكون من 19 بند بند بالنسبة ليه لخطة العمل وتنظيم عمل باجلسة الامانة فحصل حوار شديد جدا على كل بند فيه يعني كل نقطة فيهم كنا بنتناقش ومنقشة محترمة جدا يعني آلية الاجتماعات دوريتها نظامها آآ برضو بالنسبة آآ يعني النصاب آآ قانوني لأي جلسة آآ هل هيبقى فيه فوتينج تصويت او لم فيش تصويت آآ فانتهينا حسننا بعض القضايا ان مثلا فيه ايبقى فيه توافق وليس مش بالاغلبية لا مش بالاغلبية هيبقى فيه التوافق آآ وحتى فيه بعض القضايا اختلافنا فيها طب فيه قضية كبيرة جدا وحصل عليها اختلاف في وجهة النظر اي هي اي قضية يعني قضية مثلا اقتصادية قضية سياسية هيتم الاتفاع نرفع الأمر لرئيس الجمهورية بالأراء حتى لو رأيين مختلفين يعني ما يتم التوافق عليه هيتم رفعه في التقرير وان كانت هناك بعض الأراء الغير متفقة فبرضو هترفق آآ على حساس ان انا هدي لقامة الرئيس نظرة كاملة طبعا عشان ما يبقاش احنا بالنحقاز دي كا احنا ملق الحوار ايضا فيه تحدثنا برضو عن المحاور يعني دي من ضمن اللايحة طبعا كان فيه يعني اتفاع على انهم بطاعة محاور بداية في المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي او المجتمعي بعض الزملاء اثاروا النقطة ضغية في الأهمية نعزين محور ثقافي واعلمي يبقى محور رابع يعني وهل احنا نكتفل بمحاول لا ممكن المحاور الرئيسية دي كل محور يبقى دي مقرر ومقرر مساعد وممكن يمبسخ منها اللجان فرعية نحو قضايا طب فيه قضايا شائكة فيها سياسة وفيها اقتصاد وفيها اجتماع بيتحدد لها جلسة خاصة بها المجلس برضو من ضمن اللوايح ان احنا يعني يمكن المجلس الأمنى يستعين بالخبراء والمتخصصين اللي هما يساعدوهم ويبقى لهم أراء كبيوت خبرة برضو جلسات هل احنا اختلابنا برضو واتفقنا الجلسات المجلس الأصل فيها علنية ولكن ممكن جدا تبقى فيه جلسات مغلخ حتى جلسات الحوار برضو حصل برضو قلنا الأصل تبقى علنية انما فيه بعض الجلسات هيبقى فيها ممكن أمور شائكة شوية مش من مش يعني مش مطلوب انه تنقل الرأي العام بشكل كبير عشان من منصدرش مشاكل بمعنى كلمة مشاكل يعني ولكن يتم لازم هيطلع بيان صحفي بعد كل جلسة طب هل احنا هننتهي لحتى نهاية الحوار عشان نطلع منتج لأ أي مرحلة مراحل هنوزبوهين شهر طلعنا بمنتج هنطلع المنتج عشان نقدر الرأي العام مستنى حاجات كتيرة جدا يعني أيضا تنقشنا في موضوع مثلا حضور الأعضاء فيه عضو رئيس الجلسة طب المنصق العام هو الحارس طب مش موجود من اللي ينوب أكبر أعضاء سنا لو هو غادر الجلسة يعني مسموح لحد ينوب حد فيه في إبداء رأي أو في التصويت لو كان هناك تصويت في بعض القضايا قلنا القرارات اللي هي الإجرائية بتبقى فوتج دي 50 في 100 زاد 1 أما القرارات الحاكمة دي اتفقنا عليها لازم يكون بالتوافق يعني برضو اتفقنا أن الحوار مفتوح للناس كلها كل المصريين وده منصوص عليه بشكل واضح إلا زي ما ذكر كده بشكل واضح وجلي إلا من يعني رفع السلاح أو حرد أو شارك ده ده مستبعد وأيضا أضيف النهاردة كفكر جديد كل من وقف وحارب ولم يعترف بالدستور المصري ده برضو كان النقطة برضو حصل على توافق اللي هو ضد الدولة وضد الدستور يبقى ضد الدولة وده رجل شخصي يرجى حتى الروسس ضياء وصفوا بإن يسمح فيه الحل انقلابي انقلابي فده برضو مش هيدخل في الحوار أنا شخصيا استفدت جدا برضو من البرزنتيشن يتم النهاردة مشار محمود فوزي أحطه كان جيد يعني 96 ألف مداخلة حاجة برضو مش قليل يبقى فيه جدية فيه جدية فعلا يعني برضو النهاردة يعني كان فيه صراحة كاملة يعني طيب المجموعة دي كلها يعني طب هل كل واحد منهم بيمثل حاجة معينة لا انت بيتعوضوا مجلس أمناء بعد دلوقتي انت بتمثل الدنيا كلها يعني برضو عشان ما يبقاش بقى اننا رجاي عشان لا لا خالص يعني خلاص دي النقطة بقى على الحزب كذا عشان ندوب كلنا في المسألة ونبدأ يعني نتفق نختلف المهم نحن نطلع بمنتج جيد ومنتج محترم وده ده اللي احنا يمكن نركز عليه بعد كان فيه بقى المنظومة الأخلاقية والمهنية دي مدونة دوانة دي اخلاقية والمهنية دي كتت برضو كويس جدا يعني كلها تد يعني اخلاقيات ويمكن العلم حدق فيه كتير او من البنود اللي في اللايحة يمكن مستخدم يعني متخدم من اللايحة داخلها لمجلس النواب يعني فعلا يعني يعني دي طبعا لاحنة مزاجية بتاع داخل مجلس النواب متخدم منها اجزاء كتير يعني اجمالا اجمالا اللقاء كان جيد يعني في شفافية في مصارحة في مكاشفة الكل تكلم مفيش حد ما تكلمش وكلام كان موضوي ومفيش حد بيزيد على حد لا خالص بالعكس كلنا بنسمع بعض في ناس متحمسة زيادة شوية طبعا دوارد يعني كل دي كل دي بيبقى يعني فكرتوش يمكن انا عايز يطلع صحيفة بس ما فكرون بان احنا اخذنا من لايحة مجلس النواب ان احنا يبقى فيه عندنا المنصق العام ووكيلين يمين ويسر لا وعندنا موافقين يبصوا فيه منصق العام وإحنا ضيفنا النهاردة ودي كانت جديدة رئيس اللجنة الفنية بقعده في المجلس الأمن يعني المستشار محمود بقعده 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 اوفق ويبقى حاضر بالعكس هيستعام به وإنما حضاك الأمنة فنية هتشيل شيلة تقيلة بالعكس مصر وفوزي خبرته خسعة جدا في ذلك هيفيد المجموعة وقدين عنده الحس القانوني والبعد القانوني اكيد هيفيد امور معينة بتحتاج برضو ضبط يعني لا دي مسألة جيدة فيه طبعا مجموعة اكاديمية موجودة التربيزة فيه مجموعة حزبية صحيح فيه مجموعة مهنية لا تشكيلة بشكل عام جيدة يعني والنهاردة برضو يعني ما كانش فيه نحنا النهاردة يعني نحنا جايين نطلع بحاجة